السمك النهاردة حلوه و جايبه طازه المهم انه هو يكون طازه ومن البيع انت عارفه كويس هعمل ايه بعدما غسلته بدقيق الملح وكلنا اكيد شاطرين في الغسل السمك هفتحه من الناحيتين هفتح بقى الكنية اللي قدامي التدبيلة فلفل حامي وفلفل رومي لمون وطوم كمون كسبرة نشفه وشطه هحطهم في الكبه واتب البيع منهم السمك ايه بتبنا؟ بالملح طبعا لكل مرة انساه الملح والكمون والشطه والكسبرة النشفه بتديله رحة حلوة قوي وحطينا الفلفل حامي وفلفل رومي وعصرنا لمون وطبعا توم فاضل معلقة هنا انا بسيبها بقى هقولكو دي بعمل بها ايه هنقل السمك بقى الاول هنجيب الدقيق ونحط رشة ملح ومعاها معلقة نشا ونقلقهم مع بعض الخلطة اللي انا اخطتها على جنب هحتاجها دلوقتي نحط عليها شوية ملح عشان هنزل فيها السمك دلوقتي زي ما هنشوف تضع تحرق غير حضرة هنزل 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 ملحة ملحة اللي فيها خلطة السمك حطيت عليها ماله هنزل فيها السمك وهنزله تاني في الدقيق يدي القفر والقرمش والزيت سخف وخطه في علاقة طيب اشر اللمون انا برميه؟ لأ ما برميش اشر اللمون ما برميش اي حاجة طب مالا هعمل اي بيه؟ طب عشان ما خليش رحة بنطبخ والشقة سمك وانتو عارفين بقرحة السمك بعمل ايه؟ بحط اشر اللمون في الزيت لانتص اي روايح للسمك السمك بعمل في الزيت لانتص اي روايح السمك الارمش السمك بعمل في الزيت لانتص اي روايح تمام حبيبي وخلصت هذه القطة عليها فص طوم القطة المخلل والتنمون والممح وهقلب ثاني والسمك بعد ما تقلب وبعد كده هحطه على منادين بس لازم الخطوة دي عشان لو حطته على المنادين مباشرة هيتر قوي لازم احطه هنا يتهوى وبعد كده نقله على المنادين والطحينة علبة زبادي وطحينة وملح وكمون ولمونتين ورشة خل كده كلها على بعضها